السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتحدث عن منهج آخر من مناهج البحث في اللغة والأدب وهو المنهج الأسدوبي وباعتقادي أن هذا المنهج من أفضل المناهج الحديثة التي بلورت الفكرة حول البحث في اللغة والنقد دون تفريق بينهما فالتداخل بين الأدب واللغة حاصل لا محالة لا يمكننا الفصل بينهما فالنص عبارة عن أدبيات وتركيب لغوي فلا يسعنا البحث في اللغة دون الأدب والأدب دون اللغة لا إن أسرار النصوص وبيانها وجمالها وأسلوب نظمها وكل ما فيها من بديعيات إحنا بنحكم فيها خلال البحث بتكون ركزتها الأدب مع اللغة معا فلا يمكن الفصل خاصة في تحليل نصوص ركزتها ودعمتها لتنين معا لذلك فالمنهج الأسلوب اللي حنتحدث عنه اليوم حنبين كيف أنه المنهج من أفضل المناهج اللي تناولت النصوص الأدبية من هذا المنظر بداية بالنسبة لمفهوم المنهج الأسلوبي بعيدا عن الحديث الكبير عن النشأة وغيره احنا بكل بساطة منقول إن الدراسات الحديثة واللسانيات الحديثة والرؤى الجديدة اللي ظهرت كان لها بواعث الأدبية أو نقدية أخرجت لنا مخرجات منها هذه المنهج طبعا كل منهج بستفيد من المنهج اللي قبله سواء من عيوبه أو من مبادئه بيرفض بعضها بيبني على بعضها الآخر أفكار جديدة بيعزز أفكار معينة لكن لا ننكر فضل أي منهج عن منهج اللاحف إله تمام؟ بالنسبة لمفهوم الأسلوبية إنه الأسلوب بشكل عام هو آلية بناء النصوص الأسلوب هو الطريقة لغة فمن خلال إنه نفهم إنه هو الطريقة يبقى هو الأسلوب اللي بيستخدمه الكاتب أو الأديب في بناء نصوه وهو ممثل كل الاختيارات للأبعاد اللغوية المناسبة التي تضعها اللغة بين يديك المستعمل في موقف لغوي وهو مجموع ما في الكلام من بداء الإختارية تأتي على شكل احتمالات تردفية ارتبطوا استعمالها بمعايير اجتماعية محددة لعرض واقعة أو حدث لغوي والأسلوب حالة خاصة كبصمة الأصبع يختلف فيها الشخص إلى آخر وهو ممثل شخصية كل فرد بكل بساطة عشان نوضح هذا الكلام إحنا بنقول إنه كل أسلوب شخص أو أسلوب مبدع أو كاتب أو أديب يختلف عن أسلوب أي مبدع أو كاتب أو أديب آخر اليوم هذا لأنه الأسلوب كبصمة الأصبع كما قال كمان إيرفاتير أنه الأسلوب رجل أو الرجل كل رجل له أسلوبه الخاص في الكتابة أو في الإبداع فإحنا ممكن من خلال اطلاعنا أو تعمقنا في قراءة على مبدع معين ممكن إنه نحن نقرأ نص عابر من غير ما يكون معنوا بإسم الكاتب تبعه ونعرف إنه هذا الشعر أو هذا النثر أو غيره بيعود للكاتب الفلاني بناء على ما تلمسناه من إيش من أسلوب هذا الأسلوب بحدد هذه الشخصية تمام؟ بالنسبة للحديث عن الاختيارات للأبعاد اللغوية المناسبة التي تطعها اللغة وهيك خلافه المبدأ الأساسي في فكرة الأسلوب أساساً يعني إنه كل شخص لما بيعبر عن موضوع معين يعني إحنا ممكن نجيب عشر طلاب بلاش مبدعين ونترح عليهم فكرة للتعبير ونجد إنه كل طالب من الطلاب العشرة عبر بأسلوبه الخاص عن الفكرة أو الموضوع اللي حكينا عنه طبعاً هذا بيبين من خلال حتى اختيارات المفردات يعني إحنا عنا فيه مفردات كتير بتدلع نفس المعنى ممكن نقول ذهبتو ممكن يقول خرجتو ممكن نقول رافقتو أختي ممكن أقول توجهتو أي كلمة فيها المعنى طبعاً نقصد ذهبتو وغيرها منجد إنه كل طالب بيعبر عن بيئته عن العوامل النفسية عن العوامل الاجتماعية اللي أترك فيه عن رؤيته عن أفكاره عن خيلته مدى اتساحة وغيره ونلاقي الاختيارات هاي هي اللي حد ذات شكل اللغة أو النص كيف أنتج تمام؟ على ذلك إن الأسلوب هو الألية والطريق وغيره كانت الأسلوبية عبارة عن منهج يبحث فيما يحتويه الخطاب أو النص من أساليب ووسائل وخصائص نغوية تكسب الخطاب العاتي أو الأدب خصائصه التحبيرية والشعرية فتميزه عن غيره في النصوص الأخرى وبما إنها تبحث في جميع الأساليب والوسائل يعني هي بتتخذ شقهن شق الدراسة اللي في الأدب والشق الدراسة اللي في النحو وفي البلاغة وغيره لأنه هي بتبحث في كل العوامل التي جعلت النص بهذه الروعة أو بهذه الأناقة أو تحكم على النص إنه بيحتوي فعليا على مستويات اللغة اللي بتحدد أو اللي بتظهر مدى إبداع الشاعر أو الكاتب أو الروائي أو القصصي أو غيره بالنسبة للمحددات الأسلوبية الأسلوبية إلها محددات وهي أول شيء من الأسلوب هو آلية ترتكز على اللغة في صناعة النص من ناحية جمالية تأثيرية وفهمية وذلك من خلال ما بيتضمن النص أو الخطاب من المميزات على صعيد المستوات اللغوية المختلفة بالنص وهذا أشرنا إله أنه هو الأساس في الأسلوب هو اللغة واللغة بيختلف اختيارها واستخدامها وتوظيفها ونظمها بعضها مع بعض وربط العلاقات فيها من شخص إلى آخر تبعا بكل المؤثرات اللي ذكرناها سابقا سواء كانت المؤثرات نفسية أو اجتماعية أو بيئية أو قراءاته المتسعة اطلاعاته تأثيره بشاعر كاتب معين كثير أمور بتحدد هالفكرة يعني إيش أنه هذه العملية تخضع في بنائها المبدأين أساسيين اختيار والتأليف الاختيار هو وصبق ذكرناه التأليف لهو عملية اختيار المفردة لأنه عندنا لكل في العربية ربنا حباها في خصائص كثير مميزة إلها عن أي لغة أخرى وهي أنه في عندنا مترادفات كثيرة لكل كلمة طبعا كل مترادفة إلها معناها الخاص لكنها بتدي المعنى الأساسي فعمية اختيار مفردة معينة غيرها عن اختيار مفردة تاني هذا بخضع لأسلوب الكاتب ممكن يخضع لتعمقه في المعنى وإرادته معنا تاني وخلافه فهذه أسلوب الاختيار والتأليف مبنى على هاي الفكرة من محددات الإسلوبية أن يخصد بها أنها عملية أو طريقة نظم النص التي ينظمها الكاتب من خلال اختياره لألفاظ ومفرداته صوغة في قالب معين يعبر عن تجربته ومشاعر ومضمينه والتي تختلف مع أي نظم شخص آخر وهذا سبقه حكينا عنه كمان القالب المعين اللي بختاره وهذا كمان درج على أسلوبه يعني ممكن الكاتب بيفضل أو تجربته أو طريقة اختياره أو أسلوبه كله بشكل عام بيبيل لها الكتابة الشعرية والتجربة تبعته الشعورية تجد إلها مساحة في الشعر فبيكتب فيها ممكن لها أسلوبه مميز في الكتابة النثرية فبيلجأ للقصة أو الرواية أو خيرها حسب طبعا متسع التجربة التجربة كبيرة وعميقة وفي إلها طرحات عديدة بيلجأ طبعا للرواية عن القصة لأن القصة مساحتها ضيقة أما الرواية في مساحة فيها واسعة جدا طبعا لو العكس بيلجأ للقصة كمان إنه عملية التأليف تخضع لكثير من العوامل المؤسرات التي ترتبط مصاحبها والمتلقي والسياق حتى بالزمان والمكان لأن عملية التأليف طبعا أحيانا الكاتب بيكون مراعي المتلقي فالمتلقي لما أنا بدأ أعطيه نص معين أو أخاطبه خطاب معين لازم أراعي طبيعته أراعي ما تستقباله لهذه الموضوعات وإذا كان حزين إذا كان سعيده خلافه طبعا مش هيتقبل الموضوع تبعي إذا كان بخالف مشاعره بيخالف أفكاره بيخالف توجهاته وإنبالوجيته فأنا بدي أعرف كيف أتعامل معه مع السياق ومع الزمان والمكان عشان هيك إحنا منستعين دايما بقول الجاحث إنه دايما بيأكد لنا إنه المعاني مبقاعة على الطريقة ما تروحها لمن العربي والأعجمي لمن يريدها لكن عملت اختيارها وقامت الوزن وتخيل اللفظ وصولة المخرج، جودة السبق هاد اللي بتعطيه نقا ومراعات طبعا مقتدل حاله مراعات المتلقي وحاله والظروف والصياق وكل إشي هذا اللي بيظهر أسلوب الكاتب ومراعاته لكل شيء وكمان بيحكم عن نص بالجودة باليعني ممكن نحكي كمان إنه تقبل الآخر إنه المفاتيح والإشارات الأسلوبية عندنا مفاتيح وإشارات عند التحليل الأسلوبي لازم إنه إحنا نكون مدركين إلها وعين إلها ونبحث عنها عشان نجد مفاتيح اللي بتدلنا على كيف نصل إلى غرض النص وجوهريته وما يدور وراءه ونبتغى منه هذه فتحتم الأسلوب يسمى بمفاتيح النص وهي الإشارات والألفاظ والكلمات والدلالات ذات المرجعية الدلالية تكشف عن ضواطن النص زي العنوين طبعاً العنوين هنا بتجد مساحة معينة طبعاً في السمنية وفي الدراسات اللي جاءت بعد ذلك لها مساحة مخصصة من العتبات النصية المهم العنوين بتكون جزء طبعاً لأنه إحنا مندخل عن النص منلاقي إنه كثير من العنوين بتكون عنوين حتى مباشرة لها دلالة معينة بتكون وأول مفتاح للولوج إلى معاني النص تعني إشي التكرار التكرار عبارة عن الحاح نفسي وبالحاح على الفكرة اللي إحنا بتكون أصلاً متملكة الشاعر متملكة القديم متملكة الروائي فبيظهر إنه هو بيرنددها بشكل كبير ممكن بعدة صور بعدة مشاهد بعدة أفكار بعدة مفردات والشرط مفردة معينة فالتكرار بيكون علامة من العلامات اللي إحنا بنبحث عنها ونتبهها عشان نبحث عن بواطن النص وعن النصق المضمر فيه وعن إنه نتعمق بش في وجوهارية النص وشو الرسالة بيوجهها الكاتب الأسماء طبعاً فيه أسماء معينة بيكون إلها دلالاتها هي اللي بتعطينا برضو مفاتيح وإشارات لفهم النص بشكل جيد تقسيم النص وطريقة عرضه طبعاً مثلاً طريقة عرض شعر معين أسلوب معين مقاطع حذف فقرات إنه يجعل الشعر عبارة عن ربعيات عن مقاطع صغيرة يرقمها ما يرقمهاش يضع عنوين فرعية عنوين صغيرة إشارات وغيره كله هاي بتكون من الأهمية وكذلك في الرواية لأنه فيه روايات كتير بتكون كل صفحة معنونة كل جزئية فيها معنونة طريقة العرض هاي إلها دلالاتها وإلها إشاراتها المهمة بالنسبة للرموز والإحقاءات وبنها التناص بتكون جداً وافرة في الدراسة الأسلوبية بتكون من أهم المنتجزات اللي نركز عليها في الأسلوبية ننتقل الآن للحديث عن ماذا يدرس المنهج الأسلوبية لما حكينا إنه هو بيدرس اللغة والأدب واللغة قصدنا إنه بيدرس كل مستويات اللغة من الخطاب مستويات الخطاب الجمالية والتأثيرية والإفهمية طبعاً ذلك بيّن إنه هو بدرس المستوى النحوي مستوى الصرفي مستوى الصوتي مستوى المعجمي مستوى الدلالة المستوى التصويري مستوى الرمز لو بنا نحكي عن كل مستوى من هدول المستويات نحكي إنه المستوى النحوي ممكن ندرس في الأسلوبية طبعاً حسب إيش بيحتوي النص أو الجزئية اللي احنا حندرسها ندرس الجملة الاسمية والخبرية، ندرس الاساليب الانشائية والخبرية، ندرس التعدي واللزوم، ندرس تقديم والتأخير، ندرس الحزف والذكر الاعتراض، الانتفات ندرس طبعا تردد الخبر او الاسم اكثر، نعمل دلالة احصائية ندخل الاسلوب اللي هو المنهج الاسلوب الاحصائي عشان نبين اذا كان فيه دلالات معينة طبعا مثلا وجدنا انه يحضر الفعل الماضي اكثر بكثير من الفعلين المضارع والامر نحط جدول نضع جدول نبين فيه دلالة احصائية لعدد ورود الفعل كل فعل والنسبة بالنسبة للديوان ومنبين المغزة ليش؟ لانه كل كل ملاحظة طبعا الها اكيد دلالة معينة ومثلا الماضي لانه بدل على احداث مضت بدل على الثبات لانه الاحداث هذه وقعت بالفعل وخلافه مثلا جملة الاسمية لش يكون اكبر من جملة الخبرية برضو دلالته لش يستخدم التعدية او اللذوم لش يستخدم مشتقات اكثر صيغة معينة من مشتقات ظهرت بقوة هذه الها دلتها برضو بنقاف عليها مثلا التقديم والتأخير والحزف الزكر والاعتراض والالتفاة هذه من ضمن الاسلوبية تحت مفهوم الانزياح اللي هو بتحدث عن فكرة خروج الخروج عن المألوف او الخروج عن القاعدة الاصلية اللي بتوفرها اللغة فالتقديم والتأخير مثلا عمثال يعني الاصل انه في الكلام انه مثلا فعل فاعل مفعول به فعل فاعل مفعول به لما منلاقي او مبتدأ خبر لما منلاقي واحد فيه متغير المكانه هذا باعتبار انزياح خروج عن اللغة فهذا له دلالة عميقة كذلك في الحزف والذكر في الاعتراض والالتفاة كل هاي الظواهر الموضوعات ندرسها تحت المستوى النحوي حسب ما منيجاد في النص من امور يمكن دراستها تحت هذه المفاهيم كمان بالمستوى الصرفي مندرس الفعل اسمه اشتقاته منبين طبعا هذا الجزء بيندرج تحت او بتدخل مع المستوى النحوي بس منحاول التفريق فيهم ان لذا ممكن ندرسهم مع بعض حسب الالية اللي منشتغل فيها في التحليل نحكي عن الفاعل عن اسم المشتقات برضه ممكن نعمل جدوال احصاء الى ورود كل منهم من الشرط في الديوان كله ممكن في قصيدة معينة نحكي عن التعريف والتنكير ودلالاته لا توقت اش بعرف لان التعريف بيكون بعض التعظيم التنكير بيكون احيانا تعظيم او الاختصاص الى اخر يمنبين السبب ليش تذكين ليش تقنيس ليش الدلالات ليش جمع ليش مفرد ليش مثلنا ليش الحديث تكرار صيغة معينة ندرس طبعا حروف واصوات وصفاتها ودلالاتها طبعا فيه تكرار لاصوات معينة حروف معينة لو كنا بنحكي عن الشعر في عنا القوافي لها دلالة معينة الروي فيها نحكي عن صفات هذا الحرف ودلالاته وليش استخدمه والى اخرين. التكرار طبعا بعض السيغة الصرفية حكينا عنه او الاصوات ودلالته بنحكي عن الاعتلالات اللي تدخل على الكلمات دلالتها وايش اسبابها كلها المواضيع ندرسها في المستوى الصرف في المستوى الصوتي طبعا يهتم بالجانب اللي هو الدراسة الصوتية اللي بتتعلق بالإقاع والموسيقى وبالبديع وظهار الصوتية مثل التكرار ليش البديع؟ لأنه في عنا طبعا جناس، تصريع، عنا موضوعات كتير ممكن ندرسها تحت البديع اللي هي الجزئية اللي بعضها طبعا احنا مهمشينها في البديع وكلها بتتعلق بظاهر صوتية موجودة توجز بشكل كبير في اللغة أو في النصوص بشكل عام طبعا ظاهر الصوتية مثل التكرار لأنه التكرار له جانب صوتي غير الجانب الدلالي بيكون كتير مهم في الدراسة الصوتية بالنسبة لمستوى المعجم الدلالي فهو يهتم بدراسة المعجم اللغوي يعني ينبين طبيعة المعجم عند الشاعر ممكن نقسمه إلى حقول دلالية ممكن أن الحقول بتتحدث عن طبيعة حقول بتتحدث عن الخيال حقول بتتحدث عن مثلا الإنسان حقول بتتحدث عن الحزن عن الغربة عن اقتراب عن حقل مثلا بتتحدث عن حتى لو طعام شراب احتياجات الإنسان عن إيش ما بنجد في المعجم منوذكورو طبعا حق الديني حق اللغة يعني بتتردد ألفاظ دينية أو خير وكل هذي إلها دلالتها التكرار الدلالي طبعا لأنه توحدنا حكينا عن التكرار الموسيقى في عنا تكرار ثاني بيكون وغرض دلالي مثلا على غيران مثلا تأكيد معنى تقويته إلى خلافه مبدأ الاختيار والتأليف لأنه بعد الاختيارات بيكون إلها دلالتها الكبيرة مثلا لماذا اختار لفظ يحمس بدل مثلا كلمة أخرى مثلا استخدم لفظ من الألفاظ اللي فيها قسوة في مكان آخر يعني إيش الدلالة إيش الروابط اللي مثلا ربط الريح بلفظ لا يتعلق به ومفروض إنه للفظ آخر طبعا ندرس التصوير الفني التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز وهذه إلها دلالات كبيرة وبتدل على جودة الشعر وكيف ممكن إنه الشاعر أبدع في هذه المجالات ويبكون بلاغية بشكل كبير لكن إلها مستويات دلالية وحتى إلها علاقص أحيانا بالنحو والصرف والاختيار والمبدأ ومبدأ التأليف ننتقل للمستوى اللي بعده وهو مستوى الرمزي وهو بيحكي عن الرمز والألفاظ المحية والطناس وهذه أصبحت أساسية في الشعر الحديث وكلها إلها دلالتها وكل الشعر بيحاول إنه يبدع فيها ويبعد في تفكيره وأموره أكتر وأكتر فيها عشان يدل على مهارة وكرا